ما هي حقيقة المائدة التي تعد من أكبر معجزات سيدنا عيسى عليه السلام؟ كيف عذب القوم الذين نافقوه وماذا قيل عن تلك المائدة ذات الكرامة اللانهائية؟ ما هي أبعاد تلك القصة بالضبط وماذا قيل عنها من السلف الصالح؟ تبعوا معنا هذا الموضوع المثير راجين من الله عز وجل أن تحوز هذه الحلقة على إعجابكم فضلا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات حتى تصلك كل الفيديوهات لقد بشرت الملائكة مريم ابنة عمران الصالحة التقية العابدة بالولد الذي سيكون لها وهو المسيح عيسى كما أنه سيكون رسولا من الله تعالى إلى بني إسرائيل وسيكون على علم وضراية بالكتاب والحكمة والطورات والإنجيل ويتصف بصفات ليست في غيره وهو مؤيد من الله تعالى بالمعجزات فقد قال الله تعالى في سورة المائدة قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم ولقد سميت هذه الصورة صورة المائدة لأنها تتضمن قصة المائدة التي أنزلها الله تعالى من السماء عندما سأله عيسى بن مريم عليه السلام إنزالها من السماء كما طلب منه ذلك أصحابه الحواريون ومضمون قصة هذه المائدة أن عيسى عليه السلام أمر الحواريين بصيام ثلاثين يوما فلما أتمها طلب من عيسى عليه السلام أن يسأل ربه لينزل عليهم مائدة من السماء من أجل أن يأكلوا مدها وتطمئن بذلك قلوبهم أن الله تعالى قد قابل صيامهم وتكون لهم عيدا يفطرون عليها يوم فطرهم وتعد المائدة التي نزلت على نبي له عيسى عليه السلام والحواريين هي أحد المعجزات العظيمة التي أيد الله عز وجل بها نبيه وقد ذكرت قصة المائدة في صورة تحمل اسمها وسميت هذه الصورة بهذه الاسم لأنها تتضمن قصة المائدة التي أنزلها الله تعالى من السماء عندما دع عيسى بن مريم عليه السلام الله عز وجل أن ينزل المائدة من السماء كما طلب منه ذلك أصحابه وتلاميزه الحواريون والحواريين هم صفوة الأنبياء الذين قد خلصوا لهم ولهذا سمي أصحاب عيسى بن مريم عليه السلام حواريين لأنهم كانوا أنصاره من دون الناس وقد خاف عليهم عيسى وعظاهم في ذلك وخاف أن لا يقوموا بشكر الله كما يجب عليهم وهم قد رأوا الكثير من المعجزات فلماذا إذن يطلبون المزيد وكان الجواب أنهم يريدون الأكل منها للتبرك بها ولما ألح عليه في ذلك قام إلى حيث كان يصلي ولابس ثيابا من شعر وأطرق رأسه وبكى خوفا من الله تعالى وأخذ يتضرع ويدعو بأن يجابوا إلى ما طلبوا فاستجاب الله عز وجل دعاءه ونزلت المائدة من السماء بين غممتين غممات فوقها وأخرى تحتها وحولها الملائكة وصارت تدن شيئا فشيئا وكلما اقتربت منهم سأل عيسى المسيح ربه أن يجعلها رحمة لا نقمة وأن يجعلها سلاما وبركة فلم تزل تدن حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام وهي مغطاة بمنديل فقام يكشف عنها وهو يقول بسم الله خير الرازقين وإذا عليها من الطعام سبع أسماك كبيرة وسبعة أرغفة وخل وملح ورمان وعسل وثمار كثيرة وهم يجدون لها رائحة طيبة جدا لم يجدوا مثلها قبل ذلك قال تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم وقد قال الله للمائدة كوني فكانت ثم أمرهم بالأكل منها فقالوا لا نأكل حتى تأكل فقال إنكم الذي ابتدأتم السؤال لها فآبوا أن يأكلوا منها ابتداء فأمر الفقراء والمحاويج والمرضى وكانوا قريبين من 1300 فأكلوا منها فبرئ كل من به عاهة أو آفة أو مرض مزمن فندم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك ثم قيل إنها كانت تنزل كل يوم مرة فيأكل الناس منها يأكل آخرهم كما يأكل أولهم حتى قيل إنه كان يأكل منها نحو سبعة آلاف ثم كانت تنزل يوما بعد يوم كما كانت ناقة صالحة يشربون لبنها يوما بعد يوم ثم أمر الله عسى أن يقصرها على الفقراء أو المحاويج دون الأغنياء فشق ذلك على كثير من الناس وتكلم منافقهم في ذلك فرفعت بالكلية وموسخ الذين تكلموا في ذلك خنازير وقد روي عن قدادة عن خلاس عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغدا فخانوا وادخروا ورفعوا فموسخوا قردة وخنازير ثم رواه بن جرير عن بندار عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قدادة عن خلاس عن عمار موقوفا وهذا أصح وكذا رواه من طريق سماك عن رجل من بني عجل عن عمار موقوفا وهو الصواب هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم ما أصبحنا به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ليننا ودنيانا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أنفسنا وفي أسماعنا وفي روحنا وفي أخلاقنا وفي أهلنا وفي محيانا وفي مماتنا وفي أعمالنا وتقبل اللهم حسناتنا ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سختك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات اللهم اهدني وسددني اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله لرب العالمين عزيزي المشاهد أترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك وأخبرنا برأيك في التعليقات ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكن بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا